شارك صاحب السموء الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي وبحضور أكثر من 160 من قادة رواد الأعمال المواثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعا و 36 دولة وخلال الجلسة الحوارية تطرق ولي العهد للفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 6 تريلونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة وفي طار ما توفره رؤية 20-30 وأوضح ولي العهد أنه سيتم تمويل 85% من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي فيما ستكون النسبة والمتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم واستعرض ولي العهد الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 20-30 وبيّن ولي العهد أن الإنجازات السابقة التي تم تحقيقها جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في السنوات الأربع الماضية وأن تلك الإصلاحات ستتضاعف في العشر سنوات المقبلة وشدد ولي العهد على الدور الذي لعبته وتلعبه المملكة في إطار تعزيز التنمية وتعمي استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة مؤكداً على مواصلة ذلك الدور لما فيه مصلحة المنطقة فضلاً عن إحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي اشتركوا في القناة